سؤالنا اليوم نتو ما معه ولا ضد يتكون عندكم مشروع ولكن تحافظوا على الوظيفة ديالكم واش نتو ما معه ولا ضد قبل من ناخدو ارائكم نسمعو رأيي المستشار والخباب المالي واش هو باع او ضد انه يحافظ على الوظيفة رغم انه عندك مشروع شوف كاتبقاء كل واحد على حسب على حسب المشروع ولا فكرات المشروع اللي عنده على حسب الاقدمية دياله في الوظيفة وكذلك الوظيفة اللي هو فيها واش كيحسب راسو مرتاح واش الجانب المالي كيحسب انا عنده واحد دخل اللي هو تابس ما كيبغيش يحيدو تاك يشوف المشروع دياله ومشاب واحد نسق اللي كيدخليه الارباح مزيان كاتبقاء كل واحد على حسب القرار اللي غايت تاخدو غير هي المشروع عاماتا حيث كتكون عندك الوظيفة انك كتدخل على هذك المشروع ومعندك شو واحد تخوفات ماشي بحال هذك اللي ما عندوش كيخرج من الوظيفة وكيو اللي مية في المية غير المشروع دياله يعني كيكون شوية ما عندوش هذك السبر اللي عند الاخر ما غيكونش عندو تقرارات كيكونوش بحال بحال غير السيد اللي كيكون عندو وظيفة وكي بحال واحد مرحلة انتقالية كيوجدها ما تنساش اليوم انه كين واحد العامل لي لي جديد في العشر سنوات الاخراء هو تطور تكنولوجي يعني سهل 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 تقدر دير مشروع ديالك في دارك وما يمطن ركي خدام وغير قادية ديال تدبير ديال الوقت وتدبير ديال الجهد ديالك كمال جانب المالي رائي لك تموظف وبيتي تدير مشروع رخص كتدير واحد الاستثمار وهذا استثمار هي عبارة عن اموال لغسك توفرها باش توفرها كتدير واحد للدخار دياله كبقاديما التمويل ديال مشروع كتلقاليه بساف ديال الامور غير هي المشروع في حد ذات وغسك الدرسون